يوم مرحبا بكم اصدقائي في هذا الفيديو الجديد سعيدني اصدقائي برؤيتكم مجددا بوجودكم المبتسمة واحضرت لكم اليوم تطبيقات رائعة جدا لذلك اتمنى منكم ان تقوموا بمشاركة هذا الفيديو في كل مكان يا اصدقائي قبل بداية هذا الفيديو اود ان اعتذر عن الاصوات الصادرة من الجيران يوم كامل وانا انتظر حتى يتم الهدوء لكن مع الاسف يعني سوف اترككم بدون فيديو اذا انتظرت ان يقوموا بانهاء هذا الضجيج اود ان اشكر اه الناس الحلوة دي على التعليقات الرائعة جدا شكرا لصارة افندي ايضا الزوز ساموراي وباشر كوين عذرا لانني لا اعرف يعني نطق اسمائكم بشكل صحيح ميسيز مروى ويوسف وزكريا كارينو جيمين ومنوعات الكترو اه المبتدئ للمعلوميات وصلاح وسايب فاريس وبكر وشكرا لكل شخص قام بالتعليق وشكرا لكم كلكم اصدقائي على الدعم دعونا نمر مباشرة الى التطبيقات التطبيق الاول يا اصدقائي وهو التطبيق رهيب جدا وهو هذا التطبيق هذا التطبيق وهو تطبيق تطبيق رأي جدا بحيث يعتبر اسرع تطبيق على جوجل بلاي وتقييمات وتقييمات جد جد خرافية سوف تقوم بالدخول بنفسك وتشاهد التقييمات كل ما عليك والضغط هنا على بعد ذلك تقوم بالضغط على بهذه الطريقة بحيث ان هذا التطبيق سهل جدا للاستخدام. بمجرد ان تقوم بعمل سوف تستطيع ان تقوم بمشاهدة فيديوهات اليوتيوب وتصفح المواقع بسرعة. اي انك سوف تلاحظ فرق شاسع في سرعة الواي فاي. عفوا في سرعة الانتغنت الخاصة بك. نعم. سواء كانت واي فاي سواء كانت او اي يعني سواء كانت شبكتك ام يعني شبكة واي فاي. كل ما عليك هو ان تقوم بالضغط هنا بعد ذلك تقوم بعمل تقوم بالضغط على اوكي بيتي الطريقة. ومبروك عليك الان سوف تصير معك انتغنت سريعة جدا. وصراحة من بين افضل تطبيقات الفي بي ان من اجل ان تقوم بتصفح المواقع بطريقة امنة. وكل المواقع التي سوف تقوم بالدخول اليها وانت مفاعل تطبيق الفي بي سوف تقوم بتغيير مكانك. ان هذا التطبيق يحميك ويحمي خصوصياتك اثناء تصفحك للمواقع. التطبيق الموالي اصدقائي هو تطبيق وهو عبارة عن خادمة. لانك سوف تحصل على خادمة بهاتفك باللغة الانجليزية عن الخادمة. بحيث ان هذا التطبيق سوف يقوم بازالة كل المخلفات الموجودة على هاتفك التي تسبب في بطئه وايضا تسبب يعني في اه انخفاض الرام او ان الرام يعني تصبح ممتلئة. لذلك كل ما لك وان تقوم بالضغط هنا بهذه الطريقة. بعد ذلك تقوم بالضغط هنا على نكست. تقوم باعطاء التطبيق كل الصلاحيات التي يحتاجها. ثم نكست بهذه الطريقة. تقوم ايضا بالضغط هنا. بعد ذلك تقوم بالضغط على نكست. تقوم بإعطائه كل هذه الصلاحيات لأنها مهمة جدا. تقوم بالبحث هنا عن اسم التطبيق. هذا هو. بعد ذلك تقوم بالتعليم هنا. الآن تقوم بالضغط هنا. بعد ذلك كما سوف تشاهدون هو سوف يقوم بعمل لكل الاشياء الموجودة بهاتفك. سوف يقوم بعمل للاسدي كارد. يمكنك أن تقوم بإلغائها. سوف أقوم بإلغائها لكي لا يعني يعني كما تشاهدون معي أصدقائي يقوم حاليا بعمل لكل شيء بحيث أنه سوف يقوم بإيجاد لك الملفات يعني التي أنت لست بحاجة إليها نهائيا يمكنك أن تقوم بمسحها وبالتالي سوف توفر مساحة بهاتفك أيضا هاتفك سوف يصبح أسرع كما تشاهدون حاليا لقد عطر هنا على ثلاثة وخمسون ميجا بايت آآ بحيث يمكنك أن تقوم بمسحها وهنا عطر على ستة جيجا بايت يعني يمكنني حاليا الاستفادة من ستة جيجا بايت فارغة ستة فاصلة تسعة تقريبا سبعة جيجا بايت لاحظوا ما يا أصدقائي بمجرد أن أقوم بالضغط هنا على سوف يقوم بمسح أزيد من ستة جيجا بايت من الملفات الفارغة أو الملفات التي هي تقوم بأخذ مساحة لتطبيقات أنا قمت بمسحها أو العاب قمت بمسحها لكن لم يتم مسحها من الجذور لذلك هذا التطبيق أصدقائي تقييمه رأي جدا ويجب أن يعني أن تتوفر عليه بهاتفك الآن أصدقائي لدي لكم هذا التطبيق تطبيق رأي جدا وممتاز تطبيق ويفي ورد وهو عبارة عن تطبيق يمكنك من الدخول إلى الشبكات أو أن تقوم بمعرفة يعني كلمة مرور للشبكات الواي فاي المحيطة بك بحيث أن هذا التطبيق موجود على جوجل بلاي قد تقول لي كيف لتطبيق مثل هذا أن يكون موجود على جوجل بلاي هذا لأن تطبيق غرضه بالأساس وهو أن تقوم بدراسة حماية شبكتك يعني أنك تقوم بتجربته على شبكتك فقط لكي تشاهد إذا قام بكسر كلمة مرورها فإذا قام التطبيق واستطاع أن يقوم بكسر كلمة مرورها عن طريق أنه يقوم بالتخمين على الخاص بالروتر الخاص بك بحيث يقوم بتجربة عدد من الأكواد التي من المحتمل أن تكون كلمة مرورك إذا قام بذلك فهذا يعني أن شبكتك غير محمية يجب عليك أن تقوم بتطوير يعني حمايتها كما أن هذا التطبيق من مجرد أن تقوم بالضغط هنا في الأعلى سوف يمكنك من أنك تقوم بعمل كثير من الخصائص هنا كالبين كالكوليتر وأيضا الباسورد ريكوفري وأيضا الباسورد ميكر كما تشاهدون بحيث يمكنك الضغط هنا وتقوم أنت بإنشاء يعني باسورد خاص بك يعني باسورد قوي جدا تقوم بعمله كابي وتقوم بتجربته وهنا لدينا باسورد ريكوفري يعني استرجاع كلمة المرور لكن يجب أن يكون لديك روت على هاتفك لكي تقوم بمعرفة كلمة مرور شبكتك الخاصة التطبيق الموالي أصدقائي هو تطبيق رائي جدا يدعى بالكولوج بلاس سوف تجدون رواب تحميلات التطبيقات أسفل فيديو في ديسكريبشن التطبيق يمكنك من أنك تقوم بدمج صورك بشكل رائي جدا مثلا كما تشاهدون مثلا هنا سوف تجدون عدد من الأشكال هناك يعني أشكال رومانسية وأشكال مثلا هنا لدينا يعني الأكثر شهرة يمكنك الاستفادة يعني من من كل هذه الأشياء الرائعة هنا كما يمكنك أنت أن تقوم بعمل خاص بك تقوم بالضغط هنا بهذه الطريقة ويمكنك أن تقوم باختيار هنا من أو الأقصام يمكنك اختيار ما تريد مثلا إذا كانت صورة لمثلا لأطفال صغار يمكنك اختيار أطفال بهذه الطريقة وتقوم بوضع يعني صوري كما كانهم مثلا نقوم بالتجربة هنا مثلا هذه الصورة على سبيل المثال تقوم بتحميلها بهذه الطريقة بعد ذلك تقوم بالضغط هنا من أجل أن تقوم بإضافة صورة على سبيل المثال أصدقائي لقد قمت بإضافة هذه الصورة الآن سوف أقوم بإضافة صورة أخرى الآن كما تشاهدون ما يا أصدقائي قمت بإضافة الصورتين الآن كل ما علي وأن أقوم بالضغط هنا بعد ذلك أقوم بحفظها كما تشاهدون اصدقائي يمكنك ان تقوم بكتابة شيء معين اذا اردت. ويمكنك ان تقوم باضافة كل ما عليك وان تقوم بتثبيت كل هذه الاشياء. وبعد ذلك يمكنك ان تقوم باضافة نصوص والى ما غير ذلك. اتمنى اصدقائي ان هذه التطبيقات قد نالت اجابكم. سوف تجدون روابطها اسفل الفيديو في ديسكريبشن. قموا بالتعليق اسفل الفيديو لكي اقوم باختيار التعليقات الرائعة في الفيديو القادم واذكرها. شكرا اصدقائي. القاكم في فيديو جديد غدا ان شاء الله.